السلام عليكم أحبابكم في فيديو جديد من فيديوهات تعلم الطرز بليد بلي مبتدئات الفيديو ديال اليوم غد يكون عبارة عن مجموعة من الرشمات وكما كنت وعدتكم من قبل أنني غنتشارك معكم داع الرشمات اللي عندي وكما جرت العادة مع الرشمات أيضا غد ينتقون مجموعة من النصائح المتعلقة بالطرز باش يكون الفيديو قيم أحسن ما ندير غير موسيقى باش تفرجوا على الفيديو تشوفوا الرشمات وفي نفس الوقت تسمعوا النصائح ربما تسمعوا شي نصيحة اللي تساعدكم في الخدمة ليركم أتمنى أنكم ما تنسونيش من سعليقاتكم الزوينين والبرتاج واتمنى أنكم تبرتاجيوا الفيديو مع الأخوات اللي مهتمين بالطرز وإلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا الفيديو أتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتديروا لايك للفيديو باش يوصل الأكبر عدد من الناس نبدأوا على بركة الله من أهم المشاكل اللي كان عانيوا منها كاملين خصوصا في اللول إنه فاش كنخدمو الطرز ديالنا وكان ساليو كنلقاو إنها تتوب تكمش أو للطرزة جات مجموعة شوية ومكمشة وجاش شكل ديالها مزوينش ولرطينا هالمرمة فترجع تتلق وجيزوينه ولحيدنا هالمرمة كتتكمش فاش نممكن نديرو باش نتفادوا هاد المشكل هادا الحاجة اللولى اللي لحتها بحكمة تجربة إنه هاد المشكل كيحصل خصوصا في المرمة اللي كتكون ملخشب أكس البلاستيك ما كيكونش فيها هاد المشكل هادا فالي قدرت إنك يتخذ المرمة ديال البلاستيك يكون أفضل سبب ثاني إن المرمة كتكون مزييرة بزاف كتر من القياس فالمرمة خصوصا ما تكونش مرخوفة وما تكونش مزييرة بزاف باش نتفادوا هاد المشكل هادا إلا استمر معاك هاد المشكل وحرتي فيه ويستي تقدري إنك تديري فازلين في الدهر ديال وتخدمي وما بعد فاش كتسالي كتحي ديالك زيادة اللي كسبقه أنا شخصيا ما كنفضتلش فازلين في الرباطة ديال يد ولكن إلا وصلت لدرجة ديال اليأس تقدري إنك تجربي لإن بزاف ديال السيدات دارو وعجبهم وريحهم من هذا المشكل هادا بشكل نهائي بالنسبة للفازلين كيكون نوجو جلوان عندك البيض والكحل إلا كان عندك التوب باللون فاتح كتخساري البيض ولكن عندك التوب باللون غامق كتخساري لك حل أيضا عندنا فازلين رقيق وكيل الغليد خساري الغليد إلا ما عجبكش ديك ساعة تقدري إنك تدري الرقيق إلا بغي تتازجي كزوين تستخدمي خيط الحرير ديال الطرز الرباطة ديال الماكينة ما تستخدميش الصبر خيط الحرير ديال الماكينة كيجي رائع وما كتش نتفش نهائيا وسهل في الخدمة وكيستعتك بثاف غير هو غالي شوية إلا قررناها بالصبر إلا قررت إنك تستخدمي الخيط الحرير ديال الماكينة كتبرمي خفيف إلى ثلاثة ديال الشعرات إلا مني كتبغيت تخدمي الوريدات تعمري الوريدات أو لتعمري الوريقات كتتبرمي إلى ثلاثة ديال الشعرات ويعني كتبرمي ديكش خفيف كتبرميش مزيان أما لابد أنك تخدمي الدويدات ولا البريد ولا العقدة الفرنسية فكتبرميهم زيان بشيطك تطوع وتقدري تحكمي فيه بالنسبة للمبرة طريقة ديال الرشم ديال المبرة خسافة تماما إلى بقية الأنواع ديالتوب المبرة إلا رشمناها بالطريقة العادية ورق الكربون ما كيشتش فيها نهائيا مهما تديري مهما تعاودي تبركي وعلودك شي لاش عندها طريقة خاصة مش كتترشم شو كنديرو كنحطوها على الضهر ديالها وكنرشموها على الضهر ديالها مشي في الوجه كما بقيت الأنواع الخرى لا ورق الكربون غيت ترشم على الضهر والرشمة غادي تكون مرسومة على الضهر من بعض بنين كانتستالي هو الرشيم ديالنا ناخدو الخيط واليبره الخيط يكون مخصف تماما على اللون ديال المبرة مثلا المبرة لون ديالها زرق ناخدو الخيط مثلا لون ديال وحمر احنا بغين داك الخيط يباني زيان في المبرة وغادي نبداو ان احنا كنرشموه بالخيط واليبره كندوزو بالخيط واليبره على ذيك الرشمة اللي عندنا ليش مناها كنستمرو على هالطريقة هادي كندوزو بالخيط وليبرا حتى كنسليوها كاملة فالطريقة تطلع لنا الرشم في الوجه تتاقط شوية دي الوقت لكن هادي افضل طريقة مش كنرشمو بيها المكبر لاباين عندك التوب كتجبت الاستيك فهاد الحالة هادي ضروري من فازلين كنديرو في الطر دي التوب ومنين كنسليو كنحيدو دكش اللي كيبقى بعين من فازلين كنحيدوه نصح اللي مبات اللي نقدر نحتاج لكم هي انك تخدمي ببرا دي الرباطي تكون جديدة ويكون الرص ديالها ماضي لانك تساونك بزاف باش تجي الغازة ومضبطة فاش كان خدمو ببرا قديمة كيكون الرص ديالها حافي وما تسعتكش تطول باش تخدمي بها جربي بنفسك وخدمي ببرا تكون جديدة وخلي لنا الرأي ديالك في التعليقات وخلي لنا مش حسيسي بالفرق ولا الله حاجة اخرى بغيت نبهليها هي بعض المرات كنشوف شي بالناس كيخدمو الرباطي الوجهة ديال الخدمة كيكون زوين ومقاد ودكش غزال ولكن من كس قلبي تسوب على الضهر دياله كتلقي الخدمة خيبة ودكش مزوينش ومخربق الخدمة يعني خيبة بزاف الخدمة ديال الرباطي كيكون الضهر بحل الوجهة بالدرجة انكي ما تميزيش الوجه من الضهر هادي الخدمة الحقيقية المثقونة ديال الرباطي كيوجهو كيظهرو ما كيش الفرق وهنا بغيت نشير لواحد النقطة انو فاش كنخدمو مرة مرة تقيت تطلع على الضهر ديال ديالتوب لانو احيانا شي شعرة كتخرج من ليبرا في الضهر وما كتدوزش مع الضهر فهذا الحالة كنحلو كنولي ونعاودو نقعدو ديالخدمة ديالنا لانك لا معاودتيها شو قديتيها ممكن بعد مع تصبين ذاك الخيط كيطلع على الوجه ديال الترزة ويخسر لك الترزة ديالك وطبعا الحال كليان ديالك ما ديش يجبوهم الحال فنردو لبال هاد النقطة هادي ونعاودو نديرو ونعاودو الخدمة نعاودو نديروها باش جينا الخدمة متقونا وجينا كل وجه كيدطر وجينا داك شي زوان بالنسبة للناس اللي كيجيهم الطرزة الرباطة صعيب وفاش كيتفرجو في الفيديوهات ديال الطرزة عموما ما شغل الطرزة الرباطة كحسو ان داك شي صعيب وما يقدروش عليه راه الطرز سهل بالزعف محتش فقط انك تبعي تقنيات دياله وغير من اليوتيوب تتعلميه ما مستهلش طيال فلوسك في شي حد اللي يعلمك سواء كان شخص ولا جمعية ولا اي ان كان ولتبعتغلنا صحيح اللي عطيتك في هذا الفيديو وفي الفيديوهات السابقة غتلقي انه غدي يجيك سهل وغسك تعرفين ان اي حرفة بشكل عام يوم في هالطرز خصها الممارسة ضروري تبقي وتخدمي وتخدمي داك شي كتتعلمي تبقي وتخدمي واي خطأ ارتكبتي او مش كي صادفك وانتي كتتعلمي تأكدي مية في المية انه كلنا تزنى منه لسيتنا كنا عشنا نفس درنا نفس الخطأ اللي درتي وكنا طلعتنا نفس المشكلة اللي طلعت لك حتى شو فقط انك يتعرفين شنو الخطأ اللي درتي باش تتفادعي مسؤولي يشتعوديه او الا انك تلقي الدك لان الاتقال كيجي مع الممارسة وكل مرة كيجيك الخدمة اسهل من المرة اللي فاتت وكل مرة كيجيك الخدمة احسن من المرة اللي فاتت فما تدهشيش وما تخدعيش عادي جدا كلنا غلطنا واول رش ما طرزناها كانت خيبة وما زويناش ومبعد تحسنات ولا تخدمتنا زوينا ومتقونا باش تعلمي اسهل من الافضل انك يكل مرة تشد دي غير غرزة واحدة تشوفيها كيك تتخدمت مثلا تحلي فيديو تشوف ديك لغزة كيك تخدمت وتجيبي تبقي في فتوب ديالك تخدميها نو بالولا ما ما طلعت لكش واللي عاودي ودي شوفيها بشوية خدميك عغير شوفي عغير الخطوة اللي ولا شنو دارس وقفي الفيديو وديري نفس الخطوة وهكذا حتى تدري الغرزة كاملة وخدميها مرة جوش تلعتها وحتى تتقنيها مزيان وتقولي صافيك تحرفي الغرزة وطلع عليك الغرزة مزيان وديك ساعة تقدري انك يتوزي الغرزة اللي مبعد وهكذا الغرزة اللي ساهل را تقدري انك تتعلمي لغر في السيمانة بوحديتك غير من اليوتيوب كما قلت لك يعني حاجة اللي ساهلة بزاف 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 ما محتاجاش شي شي مجود كبير ما مفيش زماشي تقنية اللي معقلين بزاف ساهل كنشي حويش ببساطة اللي شوية صعبين ولكن مشكل عام مره هو ساهل يعني ما فيش شي حاجة معقلة كذلك من الحاجة اللي سقدري تدري ومو اللي يفيدوك انك تدفل فيسبوك تقلبي على مجموعات ديال الطرس او للطرس الرباطي او لأي طرس بغيسي عموما وطلقية تشاركي معهم دك شي اللي كتدري باش حسلك ان عندك شي غلط كتدري في الطرس كيكون فات المجموعات يكون حتى الناس اللي يعني خبرة واللي يعني عندهم وحت الخبرة كبيرة واحد الاسقان ديال الخدمة واللي السابقين يعني مخسافين ممكن اللي عادي بداه واللي عام وابادي اللي عامين للثلاث سنين لأخيري فغدي تحطي تصورة ديال الطرس ديالك وتقول لهم شنو الاخطاء اللي درسي وهم ما غدي يقولوا لك شنو الغلط اللي درسي وشنو تدري باش تفديدك الغلط هدي من الحاجة اللي تقدري انك تستغليها باش تتغلي الفيسبوك في حاجة مزيانة تفيدك وبسديرها هالطريقة غدي تساعدك بزاف انك يتعلمي الطرز الرباطي بشغل الطرز الرباطي اي حاجة وبغيتي تتعلميها الى خدمتيها بهالطريقة هدي انك تتبقي ومبعد تدخلي شي قروب بديال ديال ديال الحاجة اللي بغيتيت تعلمي وكتولي الناس اللي سبقينك في الخيبرة ودك شي وكيرشدوك وكتولي تعاوتاني تخدمي عاوتاني وهكذا وهكذا غدي تلقي راسك مع الوقت كتتحسني وكتولي فواحد المستوى زوين فواحد الوقت القياسي كانوا هدو اهم النقاط اللي وزئنا نتشاركها معكم في هالفيديو هدو اللي كيعرفش نصائح اخرى متمنى انكم تشاركوها معنا في التعليقات باش نستفدو كاملين وتعم الفائدة على الجميع اتمنى ان الفيديو يكون فاتكم وان الرشمات يكون اعجبوكم اتمنى انكم ما تبخلوش عليها باللايك والاشتراك وتعليق محافظ وانكم تشاركو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي مهتمين بمجال الترس واخيرا شكرا لانكم كمتوا الفيديو حتى الاخر